اشتركوا في القناة فقد زحى سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع إذانا بافتتاح المقر الجديد بعد أن قام سموه برفقة رئيس الاتحاد الدولي ووزير شؤون الشباب والرياضة وكبار المدعوين بجولة ميدانية لمرافق المنشأة حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد إننا اليوم نكشف النقابة عن المقر الجديد للاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي يأتي تزامنا مع احتضان مملكة البحرين لاجتماعات لجنة تطوير الرياضية النسائية بالاتحاد الدولي حيث يعتبر ذلك الانطلاقة المتجددة نحو مزيد من المنجزات لهذه الرياضة وأكد سموه أن المقر الجديد للاتحاد البحريني لألعاب القوى يعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بالاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال توفير أفضل المنشآت الرياضية بالإضافة إلى أنها تساهم في استقطاب الشباب لممارسة الرياضة وتدفعهم لبذل المزيد من العطاء لتعزيز مسيرة ألعاب القوى البحرينية من جنبه عبر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لورد سبستيان كو عن أعجابه بالمبنى الجديد للاتحاد البحريني لألعاب القوى وما يتضمنه من مرافق وخدمات وتسهيلات حديثة تسحق نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد مؤكدا بأن المقر يعكس المساعي الجادة للاتحاد البحريني بدعم رياضة أم الألعاب وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في الزهار تطور رياضة ألعاب القوى وهو محل تقدير واهتمام الاتحاد الدولي الذي يعتبر الاتحاد البحريني أحد الشركاء الفاعلين في خدمة ألعاب القوى العالمية متمنيا للاتحاد البحريني التوفيق والنجاح من جهته هنأ سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة اسمو الشيخ خالد بن حمد وجميع أعضاء ومنتسبي الاتحاد بافتتاح المقر الجديد الواقع خلف الساد البحرين الوطني مؤكدا أن المقر الجديد يأتي استكمالا لمشروع مدينة عيسى الرياضية التي تشنها ووضع حجر أساسها عاهل البلاد المفدة حفظه الله والتي تحمل اسما غاليا على الجميع وهو المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان أهل خليفة طيب الله تراه مضيفا أن هذه المدينة تتضمن عددا من المرافق الرياضية العصرية التي تخدم تطور وارتقاء الرياضة البحرينية تشريف سمو الشيخ خالد اليوم للإفتتاح هذا طبعا نجاح يضاف إلى نجاحات الاتحاد أيضا دعوة رئيس الاتحاد الدولي أن يكون متواجد في هذا الافتتاح أيضا هذا يضاف إلى نجاحات الاتحاد هناك ثقة من الاتحاد بأنه فعلا الاتحاد الدولي إن الاتحاد البحريني الاتحاد المنظم واليوم شافوا بيئة العمل مكاتب جدا محيئة في موقع جدا جميل فنتمنى إن شاء الله أن تترجم كل هذه لصالح نتائج الاتحاد الاتحاد لله الحمد حقق إنجازات كبيرة جدا نعمل إن شاء الله بهذا التوفير أن يساهم الاتحاد أنه يحقق نجاحاته أكثر أكثر في الفترة القادمة وألف مبروك لسمو الشيخ خالد وعظامة السدارة وجميع منتسبين الاتحاد هذه المنشأة الجميلة برعاية كرمة من سمو الشيخ خالد بن حمد تم افتاح اليوم المبنى الإداري والخدمات لاتحاد العاب القوة وهو جزء من مشروع أكبر كان يضم سكن اللاعبين بالإضافة إلى بيوت الشباب التابعة التابعة الوزارة شباب رياضة طبعاً هذه المشروع رح يكون الاستكمال وهو إقامة مضمار متكامل بيكون فريد من نوعه بحيث أن يكون فيها أول رامب موجود في منطقة شرقا بسط وهذه رح يرجع لها منظومة متكاملة في تطوير البنية التحتية لازم الإلعاب القوة بشكل عام وممكن تكون حتى تدعم البحرين ومركز البحرين في أن تكون جاذبة للمعسكرات الرياضية في ملكة البحرين وتكون جاذبة للسياحة الرياضية بشكل عام طبعاً هذه المشروع بذن الله رح يكون انطلاقة حق مشاريع أكبر وإن شاء الله رح يسهم بذن رب العالمين في تطوير يعني الألعاب القوة في ملكة البحرين طبعاً بالنسبة حق افتتاح المبنى الجديد الاتحاد البحريني لألعاب القوة وتشريف سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد ورئيس الاتحاد الدولي سباستيانكو تقدير كبير للاتحاد البحريني لألعاب القوة على الإنجاز اللي تحقق في فترة استلام سمو الشيخ خالد وذي النقل النوعي إن شاء الله بتكرر مو في المبنى في الإنجازات